موقع والاء الإسرائيلي وعن مصادر مقربة في تل أبيب أكد بأن إسرائيل قد تعلن الحرب في أي لحظة وفي أي دقيقة ضد حزب الله اللبناني وممكن أن يقوموا بهجوم بري على الأراضي اللبنانية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في لبنان وظهر بعد ذلك نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي وأكد بأنهم تحت الإنذار الآن وديراقبون الوضع في لبنان عن قرب وعن كثب وهم مستعدون للتصرف بشكل كبير جدا ضد حزب الله اللبناني وهذه التصريحات وهذا التصعيد اللي داي يظهر من إسرائيل هو داي يجي لأسباب مهمة جدا تتصير أصلا في الداخل اللبناني طبعا الأهم اللي داي يصير الآن أهم أمر داي يصير في لبنان ودي سبب هذه المشكلة هو أن المحروقات في الداخل اللبناني الآن أصبحت شحيحة مع ارتفاع الأسعار للنفط والمحروقات في الداخل الوقود تحديدا ارتفاعة بشكل عالي وهذا طبعا يضع الحكومة اللبنانية في مشكلة إفلاس كبيرة جدا يضعف الحكومة اللبنانية يضعف الجيش اللبناني بشكل كبير وهذا يعطي فرصة كبيرة لحزب الله اللبناني أن يصبح أقوى ويعطيه مكاسب أكبر وينطي فرصة حقيقة يسيطر على مقدرات الجيش اللبناني من طائرات من دبابات من إمكانيات من تكنولوجيا بالإضافة إلى ذلك التقارير الأخيرة تتحدث بأن حزب الله اللبناني امتلك صواريخ دقيقة للغاية في الفترة الأخيرة وكذلك منظومات دفاعية جوية مما يحد من مقدرات إسرائيل في عملية الغارات اللي هم معتادين أن يسوها على حزب الله اللبناني بين فترة وأخرى كما يقومون بذلك في الداخل السوري على هذا الأساس الإسرائيلي الآن يهددون الوضع إذا توجه إلى الانهيار سنقتحم لبنان وسنمنع حزب الله من امتلاك كل هذه الأمور وطبعا في نفس الوقت هم أبلغوا جو بايدن يا جو بايدن روح وإدعم الحكومة اللبنانية وأنقذ الجيش اللبناني من ذلك لأن حزب الله هو يعتبر تهديد وجودي بالنسبة أنه ويجب أن تقوم بهذا الأمر لأنه الإسرائيلي أصلاً ما يقدرون يدعمون لبنان بشكل مباشر لأن لبنان لن تتقبل هذا الأمر وطبعاً إسرائيل منزعجة بهذا الشكل ليس فقط من حزب الله اللبناني وإنما الفصائل الموجودة في سوريا أيضاً تتهدد الوجود الإسرائيلي كذلك الفصائل في الداخل العراقي تهدد وكذلك إيران أصلاً تتهدد بشكل كبير جداً الوجود الإسرائيلي فالتهديدات تأتي من كل مكان بالإضافة إلى ذلك أنه هم خايفين أصلاً من طبيعة سياسة جو بايدن من السيطرة على حقيقة الوضع من خلال مواجهة الصين وروسيا وعدم الاهتمام في الشرق الأوسط وأن الصين وروسيا هي أهم شيء لدخلهم يخافون لأنه من قضية المفاوضات النووية لأنه لم يتبقى من الخلافات مع إيران سوى 10% للعودة إلى الاتفاقية النووية فهم خايفين أنه يتنازل جو بايدن عن 10% يرجعون إلى الاتفاقية النووية يعطي أموالاً كبيرة ودعماً كبيراً ذلك بعد توفر الأموال ورفع العقوبات عن إيران إلى الفصائل في العراق إلى الفصائل في سوريا وكذلك حزب الله سيصبح أقوى وأقوى وبالتالي إسرائيل في مشكلة كبيرة جداً كذلك أمر خطير جداً أصبح واضحاً للإسرائيلين يوم أمس أعلنوا عنه هم ألقوا القبض على شخص قبل شهر وأعلنوا يوم أمس بأن هذا الرجل اللي هو اسمه يعقوب أبو القيعان وهذا رجل طبعاً هو عبارة عن رجل أعمال إسرائيلي مقرب من السياسيين الإسرائيليين بشكل كبير وكان مرشح في الكنيسة عن حزب إسرائيلي معروف واللي هو تيليم اليميني هذا الرجل طبعاً تبين بأنه هو جاسوس لإيران والاطلاعات هي منطيلة حقيقة بمنافع كثيرة جداً وهو كان يعمل بالطريقة الآتية أنه كان يعطي المعلومات إلى شخص لبناني عراقي وهذا الشخص اللبناني العراقي يرسل المعلومات مباشرة إلى الاطلاعات الإيرانية ويطيهم كل المعلومات اللي هو امتلكها عن الداخل الإسرائيلي وكذلك عن شخصيات إسرائيلية مهمة جداً وأهم هذه الشخصيات اللي كان يطل إحداثيات عنها هو هذا الرجل بني جانس وزير الدفاع الإسرائيلي كل تحركاته كانوا الإيرانيين يعرفون بها وين ما يروح وين ما يتحرك وين مكتبه وغيرها وبالتالي لديهم كل الإحداثيات عن هذا الرجل وبالتالي تبين الإسرائيليين أنهم مخترقين من الداخل وليس فقط أن الموساد هو اللي مخترق إيران كما نرى دائماً بل أن الآن الأمور أصبحت عكسية كذلك يلاحظون بأن جو بايدن أيضاً مو بس في قضية العودة للاتفاقية النووية بل أن الرجل ليس مستعداً الآن للقيام بالكثير من الأمور في الشرق الأوسط وهذا اللي ده اللحظة من طبيعة ردوده على الفصائل المسلحة في الداخل العراقي خاصة بعد الضربتين وخاصة الضربة الثانية اللي سواها في الداخل السوري وكذلك في الداخل العراقي هناك ضغط كبير كشفت عنه The Hill الأمريكية دي يصير الآن في الكونغرس الأمريكي في واحدة من أحدث التطورات اللي دي يصير الآن في الكونغرس هو دي يصير من شخصين مهمين اللي هو هذا الرجل أندي بيكس وهذا الرجل طبعاً هو جمهوري وهو من ولاية أريزونا الأمريكية بالإضافة إلى باربرا لي وهي ديمقراطية وهي من ولاية كاليفورنيا الأمريكية اثنين هم اجتمعوا كتبوا رسالة إلى الكونغرس الأمريكي يطالبون جو بايدن بإضاح ما قام به بالضربة الأخيرة في الداخل العراقي والداخل السوري أنه تعال أنت تبريراتك لم تكن واضحة ولم تكن صحيحة أنت غير مسموح لك أن تقوم بأي ضربات مباشرة للفصائل المسلحة من دون العودة إلى الكونغرس الأمريكي الكونغرس الأمريكي هو الذي يعطي التخويلات للقيام بالأمور الحربية أنت يجب أن تذهب إلى الكونغرس وبعدها لتبرر الضربة اللي أنت تريد تسويها ضد الفصائل المسلحة والتبريرات اللي قلتها لم تكن مقنعة لأن القوات الأمريكية في اللحظة اللي سوى بها جو بايدن الهجوم على هذه الفصائل إذا كانت على المستوى السوري أو العراق القوات الأمريكية لم تكن في خطر وبالتالي تبريراتك غير مسموح لك أن حقيقة تبررها بهذا الشكل ولازم أنت تطين التبرير في يوم واحد ثمانية 2021 وهذا طبعا يضع ضغط كبير جدا على هذا الرجل لأن هذا الرجل هو ابن المؤسسة الأمريكية هو ليس كدونالد ترامب بالإضافة إلى ذلك علينا أن لا ننسى بأن الـ AUMF لعام 2002 في الداخل العراقي هم الآن دير يدون يضغو مع قرارات أخرى حربية وبالتالي الوضع على ما يبدو بالنسبة لجو بايدن هو لا يمتلك الكثير من الخيارات ضغط في الكونغرس ضغوط قانونية وغيرها على هذا الأساس هو غير مستعد للتصرف ولكن هناك فرصة واحدة تحدثت عنها جروز المبوست هي التقارب الكبير بين إسرائيل وبين الصين والصين هي العدو اللدود الآن لبايدن بايدن دير يضغط ويواجه الصين وروسيا هناك علاقة ممتازة جدا بين الصين وبين إسرائيل على المستوى الاقتصادي وبالتالي جروز المبوست شافت بأن هذه فرصة إسرائيل الوحيدة قبل العودة للاتفاقية النووية التي يجب إسرائيل تستغلها من أجل تجديد بايدن على إيران فشوف شنو اللي قالت هنا جروز المبوست على هذا الأساس يجب على إسرائيل أن تتفاهم مع إدارة بايدن لقبول القيود الأمريكية على علاقاتها مع الصين وفي المقابل ستقوم إدارة بايدن بتقييم أكثر جدية لمخاوف إسرائيل بشأن إيران لذلك الوضع لا زال في احتقان كبير جدا هذه المرة في المنطقة وممكن جدا أن يحدث كل شيء في لحظات سريعة جدا في الداخل اللبناني وقد تنفجر المنطقة من جديد